فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم كما سبق أن الحكم المعلق بوصف يقتضي أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم وإذا عقب بالفاء تأكد ذلك إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم الفاء فهذا يؤكد أن عدم صبغهم للشيب هو العلة التي أمرنا بمخالفتهم فيها